اشتركوا في القناة احسنتم ينفذ منها الضوء مثل الزجاج ومثل البلاستيك الشفاف الجزء الثاني احسنتم اجسام شبه شفافة والتي ينفذ منها جزء من الضوء او بعض الضوء والجزء الثالث احسنتم رائعون هو الايسام وهي الايسام المعتمة ايسام غير شفافة لا ينفذ منها الضوء طيب عندنا موضوعنا عن انكسار الضوء انكسار الضوء دعونا نشاهد هذه التجربة هنا الضوء يسلط الولد على حوض الماء لاحظوا الماء هنا الضوء المفترض انه مساره مستقيم لكن ماذا حدث له ماذا حدث له احسنتم تغير مساره تغير مساره اخذ مسار شوفوا هذا المسار الضوء المفترض انه رايح للامام لكن حدث له اختلال او اعتلال او انكسار نسميه انكسار الضوء شاهدوا هذا الضوء لما يوصل الى سطح الماء تغير مساره التغير هذا نسميه انكسار نسميه انكسار لان كان الضوء في الهواء كان الضوء في الهواء ثم اصبح في وسط اخر اللي هو ماذا الماء فحدث له الانكسار تغير مساره تغير مسار لذلك عندما نرى اجساما في الماء لا نستطيع لمساك بها مباشرة لان الضوء يختلف من وسط الى وسط اخر انظروا الى هذا الكاس القلم لما وضعناه في الماء لما وضعناه في الماء حدث وكأنه منكسر منكسر فنقول انكسار لكنه في الحقيقة ليس منكسر القلم كامل جاهز لكن يحدث هذا الانكسار لان القلم انتقل من وسط الهواء يعني من الهواء الجزء اللي فوق الى الجزء الاسفل اللي هو الماء لما ينتقل الضوء او الجسم بين وسطين كأننا نراه كأننا نراه منكسر فلذلك نسميه انكسار الضوء طيب هذا الجزء هذا الجزء موجود هنا تعريفه انكسار الضوء هو انحرافه عن مساره انحرافه عن المسار هذا مسار الاسف هذا مسار الضوء انحرف عن مساره تغير خلاص وهو ظاهرة طبيعية تحدث عندما ينتقل الضوء بين وسطين اللي هو الهواء والماء مثلا ممكن يحدث بين الهواء والزجاج فهذا هذا التعريف ومن هذه الاوساط الزجاج والهواء والماء طيب نشاهد هنا اذكر ثلاثة هذا السؤال الاول اذكر سؤال اول اذكر ثلاثة اشياء احتاج اليها في الظل هذا في الدرس الماضي عشان يحدث الظل يطلع ظلي ماذا احتاج ها ابنائي ماذا احتاج احسنتم احتاج الى جسم يصدر ضوءا احتاج الى جسم يصدر ضوءا طيب لو كان الجسم اللي بحطي قدام الضوء جسم شفاف هل يحدث في ظل احسنتم لا يحدث ظلا اذن لابد من وجود مصدر للضوء وايضا جسم معتم والجزء الاخر احسنتم اختلاف الموقع الان لما اولع الكشاب طبعا الاستوديو مضاء بس لما اولع الكشاب بهذا الشكل خلاص بهذا الشكل والكتاب في طريقه يحدث ظلا للكتاب لكن لو كان بالشكل هذا اذا الموقع موقع مصدر الضوء والجسم المعتم موقع مصدر الضوء والجسم معتم جزء مهم طيب مصدر الضوء جسم غير شفاف معتم والموقع وهذه اخذناها في الحصة الماضية الشكل هذا قلنا يحدث الضوء الضل يحدث الضل لوجود مصدر للضوء اللي هو الشمس والجسم المعتم اللي هو الشجرة وتكون الضل اللي اختلاف المواقع الثلاثة طيب السؤال الثاني لماذا ينفذ الضوء عبر النافذة ولا ينفذ عبر الجدار الضوء ينفذ من النافذة لكن لا ينفذ من الجدار لماذا هاي ابنائي احسنتم لان النافذة تتكون من مواد تسمح بمرور الضوء اللي هو الزجاج لان الزجاج يسمح بمرور الضوء الزجاج احنا نشوف الشجر اللي من خلفه اذا نسمح لنا بالرؤية المواد اللي يتكون منها تسمح بمرور الضوء لكن الجدار لا مواده لا تسمح بمرور الضوء لا تسمح بمرور الضوء لماذا ارى الالوان عندنا تجربة هنا لكن لن نستطيع تنفيذها بسبب قوة اليضاء تحتاجها لغرفة مظلمة من كان لديه منشورا زجاجيا او جوهرة بهذا الشكل يسقط عليها الضوء يسقط عليها الضوء ضوء كشاف الجوال ضوء الشمس الضوء هذا لونه واحد شلونه احسنتم اللون الابيض او الاصفر شاهدوا ماذا يخرج لنشاهد هنا في التجربة او في الصورة هذا منشور طيب زجاجي مثل هذا طيب سقط عليه الضوء الابيض او ضوء الشمس طيب مسارة المفروض مسار الضوء رايح كده هذا المفروض لكن اللي حدث ان المسار انكسر فهذا اخذنا انكسار الضوء طيب وانكسر يوم ما انكسر تحلل طلع الالوان اللي موجوده في اللون الابيض هذا فيه مجموعة من الالوان مجموعة من الالوان لو شاهدناها احمر اصفر برتقالي اخضر ازرق نيلي بنفسجي سبعة الوان ونسميها الوان الطيف نسميها الوان الطيف سبعة الوان نعيد الضوء الابيض سواء لون ضوء الكشاف ضوء الكشاف العادي او الضوء الابيض العادي طيب او لون الشمس هذه الالوان هذا الضوء يحتوي على سبعة الوان لكن ما نشوفها لانه مختلطة مع بعض اذا اختلطت تعطي اللون الابيض اذا اختلطت تعطي اللون الابيض وبعد قليل احنا نشوف تجربة زي كذا فاذا سقط على المنشور ينكسر الضوء مثل ما اخذناه قبل قليل طيب هل ينكسر فقط لا ينكسر ويتحلل يتحلل عنه يتفكك تطلع منه الوان فعندي سبعة الوان نسميها الوان الطيف طيب هل هذه اشاهدها في الطبيعة نعم نشاهدها في الطبيعة عندلي الوان او نشاهدها في الوان في قوس المطر بعد سقوط المطر كيف يحدث سقوط اشعة الشمس على جزء من بخار الماء يحدث له انكسار للضوء طيب واذا انكسر ايضا يتحلل يعني يحدث له نقطتين انكسار وتحلل انكسار والانكسار يعني يتغير مساره وبسبب تغير مساره يتحلل الى الوان الطيف يتحلل الى الوان الطيف نشاهدها ايضا في بعض الالعاب حقاة الصابون الاطفال لما ننفخ الصابون ويطلع فقاعة الصابون الضول يسقط عليه يكون في الهوى ولما يسقط على نفس الصابون وسط اخر فينكسر الضوء هنا ويتحلل ينكسر ويتحلل الى الوان الطيف السبعة طيب هذا هي في هذا الشكل اذا حقيقة يتكون الضوء الابيض الضوء الابيض اللي هو الضوء الشمس في الحقيقة في سبعة الوان كيف نشاهدها حط منشور او جوهر مثلا او نشاهدها مثلا في فقاعات الصابون طيب دعونا نرى هنا تجربة هذه بالشكل هذا طيب هذا امامي الان قرص يسمى قرص نيوتن عليه الوان الطيف عليها الوان الطيف احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق ابيض بنفسجي طيب المفترض ان يكون هذا نيلي طيب لما اديره شوفوا لما اديره ما هو اللون الناتج تقريبا هو لون واحد اصبح اذا الوان السبعة هذه اللي اختلطت مع بعض نتج عنها لون واحد احنا كنا نقول ضوء الشمس يطلع لي سبع الوان عكسناها الان سبع الوان طلعت لي الضوء لما مزجناها مع بعض لما مزجناها مع بعض في هذه التجربة شبيهة لهذه التجربة اللي عندنا قبل شوي لما تدور للالوان او تمزج الالوان مع بعض تعطينا لون واحدا عندما تمزج الوان الطيف السبعة فاننا نشاهد اللون الابيض تقريبا لماذا يبدو لون ورقة الشجر اخضرا طيب هذه ورقة الشجرة اللي يحدث انه عندنا ضوء ابيض عندنا ضوء ابيض اللي هو ضوء من احسنتم ضوء الشمس ضوء الشمس هذا ضوء الشمس يحتوي على السبعة الالوان هذه اللي نسميها الوان الوان الطيف جميل تحتوي على هذه السبعة الوان احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي طيف كيف نحن نرى الورقة خضراء مش تشاهدوا انتم مش اللي سار جميل انعكس فقط اللون الاخضر طيب بقية الالوان احسنتم امتصتها امتصتها اوراق الاشجار امتصتها ورقة الشجرة امتصت هذه الالوان وعكست فقط اللون الاخضر فشاهدنا نحن اللون الاخضر طيب تمتصوا النبات جميع الالوان ما عدا الاخضر لذلك نشوفه ينعكس طيب خلونا نشوفه هنا الوردة الحمراء طبعا الكلام اللي قبل قلنا موجود في هذا النص طيب نشوف الوردة الحمراء كيف شاهدنا الوردة الحمراء احسنتم سقطت الوان الطيف اللي في لون واحد الضوء الابيض اشعة الشمس تحتوي على هذه الالوان السبعة طيب من اللي بينعكس وشو الضوء اللي بينعكس فقط احسنتم هو الضوء الاحمر سيناعكس طيب بقية الالوان ممتاز تمتص يمتصها النبات ويستفيد منها طيب عندنا السؤال يقول ما الالوان التي تشكل ضوء الشمس عندنا الوان تشكل ضوء الشمس احسنتم هي الوان الطيف السبعة الاحمر والبرتقالي والاصفر احسنتم والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي احسنتم رائعون طيب ناخذ السؤال الثاني لماذا يبدو الموز الموز اصفرا ليش يصير اصفر هذا الموز كيف شاهد اصفر ها احسنتم عندما يسقط الوان الطيف السبعة في ضوء واحد يعني هو الضوء الابيض سؤال اللمب اللي ولعناها او في الشمس او في الكشاف تحتوي على السبعة الوان هذه طيب ما هو الضوء المنعكس اللون الاصفر فقط هو اللون الاصفر الذي نقول لان الموز يعكس اللون او الضوء الاصفر ويمتص بقية الالوان ويمتص بقية الالوان طيب هنا في الصورة هذه كيف نرى الايسام نراها بالعين هذه العين عندما تسقط شعة الشمس على الاشجار تمتص الاشجار جميع الاضواء وتعكس فقط الضوء اللي هي ملونة فيها يعني مثلا هنا تعكس اللون الاخضر فقط فنشاهد هذه العين هذه العين هنتعرف على اجزاء العين طيب عندنا اللوحة الجزء الاول نسميه السطح المباشر للعين نسميه القرانية في البقعة السوداء هذه اول جزء يقابلنا ثم البؤبؤ والبؤبؤ فتحة بسيطة موجودة يدخل منها الضوء او الصورة ثم القزحية ثم العدسة ثم عصب بصري في الخلف العصب البصري يتصل بالدماغ يتصل بالدماغ هذه هي هنا الصورة هذا العصب البصري هذا جزء العصب البصري هنا البؤبؤ وهذا العصب البصري يرتبط بالدماغ فلذلك بعض الاحيان اذا شفنا شخص ما نعرفه ليش يعني نقول هذا خالد هذه هند لان الصورة موجودة قد عرفناها من قبل ان هذا خالد وهذه هند لكن بعض الاحيان تشكل علينا الصورة فلنقول او قد شفته هذا من قبل من هذا وتبغى تتذكره لان الصورة مخزنة في الدماغ لكن تحتاج للتأكيد طيب من يوصل الصورة للدماغ اللي يوصلها هو العصب البصري العصب البصري نرى نقرأ هنا السؤال كيف يسمح للضوء أو كيف يسمح للضوء المنعكس برؤية هذه الصفحة طيب هذه الصورة ذكرنا طيب يقول ينعكس الضوء على الضوء الساقط اللي على الورقة ينعكس الى العين ثم يدخل مع القرنية والبؤبؤ طيب بؤبؤ العين ثم تصل الصورة مقلوبة مقلوبة هنا زي اللمبة قاعد يشوف في اللمبة يشوف مقلوبة الى العصب ثم تذهب الى الدماغ فالدماغ يترجمها وقتها انه هذا هذه ورقة هذه ورقة طيب كيف يتغير حجم البؤبؤ الحين اذا في الضوء الخافت عينك ترتاح او في الضوء العالي عينك ترتاح ترتاح العين في الضوء الخافت القليل لكن في الضوء القوي في الشمس العين تضيق يقول يزيد اتساع البؤبؤ بؤبؤ العين الفتحة عقة العين يزيد اتساع لن ارتاحت خلاص في الضوء الخافت في الضوء الخافت لكن تضيق لذا كنسوي كده خلاص في الشمس نسوي كده برحان طيب او نلبس نظارات شمسية لانه يضيق البؤبؤ عند تعرضه للضوء القوي للضوء القوي او الساطع طيب ننتقل الاسئلة ماذا يحدث عند انكسار الضوء ما معنى انكسار الضوء احسنتم تغير في المسار يبدو الضوء منكسرا اذا تغير مساره احسنتم ننتقل للسؤال الثاني لماذا يبدو لون السيارة الاسعاف احمر ولون سيارة الاطفاء اصفرا هذه سيارة السعاف احمر وهذه سيارة الدفاع المدني والاطفاء باللون الاصفر هذه العين عندما يسقط الضوء على السيارتين السيارة الاطفاء تمتص جميع الالوان وتعكس اللون الاصفر فقط تعكس اللون الاصفر فنشاهد اللون الاصفر فقط طيب سيارة الاسعاف تمتص جميع الالوان وتعكس اللون الاحمر فقط اذا نقول تمتص سيارة الاسعاف جميع الالوان اللي الوان الطيف السبعة ما عدا اللون الاحمر ما عدا اللون الاحمر واما سيارة الاطفاء فانها تمتص جميع الالوان الا اللون الاصفر ننتقل للسؤال بعده كيف يمكنني جعل ظل الكرات الزجاجية يبدو كظل كرات التنس هذه الكرات الزجاجية وهذه كرة التنس جسم ماذا شفاف ولا شبه شفاف او معتم جسم معتم طيب وهنا في الزجاج جسم شفاف احسنتم لما اسقط الضو يطلع للظل للكرة التنس اما الكرات الزجاجية فلا يحدث لها ظلا طيب كيف اخلي لها ظل او اغطي الكرات الزجاجية لكي تكون معتمة يعني اجيب الكرة الزجاجية هذه واغطيها بورقة بقطعة قماش حتى تصبح شبيهة لكرة التنس طيب ليش اخليها يشبيهة احسنتم حتى لا ينفذ منها الضو وتصبح وتصبح جسم معتم جسم غير شفاف مثل كرة التنس احسنتم طيب هنا في السؤال هذا السؤال اربعة يعد ورق الالمان يوم القصطير تعرفون القصطير اللي في البيت اللي نحطه في الطبخ على الصينية مثلا مثلا على جسم شبه شفاف هل ينفذ منه الضو اذا ولعنا الضو ينفذ منه او جزء منه او الظل او جسم شفاف او جسم غير شفاف احسنتم انه جسم غير شفاف معتم نقول له جسم معتم الغير شفاف نقول له معتم لا ينفذ منه الضو لا ينفذ منه الضو احسنتم السؤال الاخير كيف يساعدنا الضو على رؤية الاجسام الضو كيف يساعدنا في رؤية الاجسام يعني كيف يشوفنا الاجسام كيف يشوفنا كتاب العلوم لو ما فيه ضو هل استطيع المشاهدته اذا الضو او تعكس الاجسام الضو فنشاهدها بالعين اشكر لكم يا ابنائي تفاعلكم وتعاونكم ونحتاج ان شاء الله في الايام القادمة الى المراجعة دمتم ان شاء الله بخير شكرا لكم اشتركوا في القناة